اهلا بكم في فيديو جديد وكل ما تشوف فيديو ليا هتقول لي هل من المزيد وانا عشان بحبك هقول لك اكيد بيبدأ فيلمنا اليوم في الأهرامات ويأتي توبيس وينزل منه السياح واحد بيطلب من مراته انها تصوره قدام الهرم بس بيأتي ابنهم جاستن ويجري بالطيارة اللعبة بتاعته ومامته بتنده عليه علشان يرجع وجاستن بيجري على خشب علي ويجري وراء الأمن علشان ممنوع الدخول هنا بس مش بيلحقوه ويقع على الهرم بس الهرم حدف الولد الثاني عند آلت ووقتها بيعرفوا ان الهرم الكبير تسرق والخبر بانتشر في الأخبار ان الهرم تبدل بنسخة بتتنفخ هوا وبتبدأ دول العالم كلها تقلق وتبدأ تخفيف أثارها خصوصا ما فيش أدلة على العمل الجريمة دي ويظهر بطل فيلمنا اليوم جروه ويظهر لنا جروه هو قد إيش الرير ولما جروه بيروح على بيته ويلاقي ثلاث بنات صغيرين بيبيعوا بسكوت لكنه كان بيتهرب منهم وفي الوقت ده بيكلمه دكتور نافاريو ويقول له عن سرقة الهرم وان اللي عمل كده هيخلي باقي المجرمين تفين جداً وبسبب الكلام ده بيستعد جروه وينزل المخبأ السر بتاعه وبدأ يجمع المينيونز أتباعه وحكي ليهم عن إنجازاته في السرقة وقال لهم ان سرقة الهرم الكبير دون خلت شكلهم وحش جداً بين المجرمين ووقتها بيقدم لهم صاحبه دكتور نافاريو واللي هيساعدهم في هدفهم الجاي ويقول لهم إن أول حاجة لازم نعملها هي إننا نسرق الشعع اللي بيصغر وبعدها يعملوا جريمة القرن الحقيقية ويسرقوا الأمر وإن السرقة دي هتخلي العالم يحقق لهم كل اللي هم عايزينه مقابل إنهم يرجعون لهم الأمر تاني وكده هيكون أعظم شرير في التاريخ ودكتور نافاريو بيقول له إن فيه حاجة مكناش عاملين حسابها وهي فلوس العملية دي هنجيبها منين بس جروه بيقول له عادي هروح أطلب قردة من البنك وفي نفس الوقت البنات اللي كانوا بيبيعوا بسكوت بيرواحوا دور الأيتام وبتقابلهم مشرفة الدار وبتزعق لهم لأنهم ما بيعوش كمية كبيرة من البسكوت وبنرجع لجروه اللي مامتو بتتصل بيه وبتقول له إنها عرفت خبر سرقة الهرب وإن أكيد اللي عملها شرير أحسن منه ومش فاشل زيه بس جروه بيقول لها إنه هو مش فاشل وإنه بيحضر العملية هتخليه أعظم شرير في التاريخ وبعدها بيروح بنك الأشرار وبيطلب إنه هو يقابل المدير وبعدها بيبص يلاقي فيكتر واللي كان قاعد مستني المدير علشان يطلب كارده هو كمان وفيكتر بيفرجه على سلاحه الجديد مسدس السمك وبيدخل جروه لمدير البنك وحكاله على فكرته واعجب بيها وقال له إنه هو عايز يشوف الجهاز اللي بيصغر ده الأول بس جروه قال له إنه لسه مش موجود معاه في المدير لما عارف كده تداق وقال له البنك بيصرف عليك كتير والجرائم اللي انت بتعملها ما بيتجب لناش فلوس وإن فيه أشار كتير موهوبين أكتر منك ويستهلوا إنه هم يقضوا الفلوس عندك مثلا فيكتر اللي قاعد برده لسه سرق الهرم ولما بيخرج جروه ما بيكونش طيق فيكتر ولما بيشوفه بيجمده وراح وقعرف مكان الجهاز اللي بيصغر وبسرعة راح على هناك وفعلا نجح إنه هو يسرق الجهاز لكنه ملحقش يفرح لأن فيكتر جاه وسرق منه وقال له علشان تعرف تجمدني كويس وجروه بيحاول يطرده ولكن فيكتر يضربه بالجهاز اللي سرقه ويصغر الطيارة وتاني يوم يروح جروه متنكر على بيت فيكتر ويحاول يدخل البيت بكل الطرق لكنه كل مرة كان يفشل ويتبهدل على الآخر ولكن يرى الثلاث بنات اللي رايحين يبيعوا البسكوت لفيكتر ويدخلوا البيت وقتها بيتخير جروه إن البنات هم اللي هيجبونه الجهاز ويروح على الملجأ بتاعهم ويقابل المشرفة والميني إنز بيضربوا له بيانات مش حقيقية علشان يقدمها ويأتي البنات مارجو ويدت وأجنس ويأخذهم جروه مع البيت ويعرفهم على الكلب ومارجو كان رأيها إن المكان مش مناسب للأطفال خالص ولكن جروه بيقول لها إنه مجهز لهم كل حاجة ممكن يحتاجوها ويقول لهم على قواعد البيت وهي إن محد يشلمس أي حاجة في المكان وكمان ما يزعجهوش وهو بيشتغل ومارجو بتقول لهم إن كل حاجة هتبقى كويسة مع مرور الوقت وطلعوا علشان يتفرجوا على البيت وأجنس طلعت على الكرسي بتاع جروه وداست على أزرار بالغلط ظهر لهم الألة اللي بتنزلهم على المخبأ السري وجروه أول ما بيشوفهم في المخبأ السري بيزعق لهم وقال لهم أنت زيت وهنا وكان عاوزهم يمشوا لكن مارجو كانت عاوزة تعرف هو بيشتغل إيه وبيقول لها إنه جاسوس وده المخبأ السري بتاعه وتاني يوم جروه بيجهز روبوتات صغيرة على شكل بسكوت علشان البنات توديها الفيكتور لكن البنات مارجوش علشان عندهم تدريب باليه وأنهم ما ينفعش يتأخروا وبيروح معهم فعلا تدريب الباليه وهناك أجنس بتديله تذكرة علشان يحضر عرض الباليه وبعدها راحوا على بيت فيكتور ودخلوا البنات ومعهم البسكوت وفيكتور بيحسبهم كانت الروبوتات بتاع جروه راحت تدور على الجهاز وأول ما لقوه عملوا جروه فتحة في الحيطة تدخلوا على الجهاز على طول ودخل هو أول مينيونز علشان ياخدوا الجهاز لكن الروبوتات الصغيرة طلقوا عقبية وقفلوا عليه من بره واضطر جروه انه يخرج من فتحة تهوية ونجح انه يخرج ومع الجهاز وأخذ البنات وركب العربية ومشي وهم في الطريق البنات شافوا الملاهي وكانوا عاوزين يدخلوا ولكن هو بيرفض ولكن في دماغه فكرة انه هو ممكن يوديهم الملاهي ويسيبهم علشان ما عادش محتاجهم ودخلوا الملاهي وركبهم أول لعبة لكن اللي شغال على اللعبة قالوا انت لازم تركب معهم ما ينفعش يركبه لوحدهم وبعد مخلصه أجنس شافت يونيكورن كبير طلبت منه انه يشتريه لها وبيطلع ان انت لازم تلعب وتكسب علشان تاخده والبنات بتجرب وتلعب مرتين لكنهم بيخسروا وجروه بيعرف ان صاحب اللعبة بيحمرأ ومش عايز تديهم اليونيكورن فقال له خلاص المرة دي انا اللي هلعب وطلع المسدس بتاعه فتجروا اللعبة كلها وأجنس اخدت اليونيكورن والبنات فرحوا قوي وجروه كمان كان مبسور ولما روحوا البيت دكتور نافاريو ندع عليه وقال له انه فضل 12 يوم والأمر هيكون في افضل مكان علشان نسرقه وبعدها جروه كلم رئيس البنك علشان يفرجوا على الجهاز اللي هو سرقه وبيجربوا على واحد من المنيونز بتوعه وكما قاعد يشرح له على باقي الخطة لسرقة الأمر وطلب منه انه ياخد الكارد لكن البنات بيدخلوا وبيكون مش عارف يتكلم منهم ويأخذوا شعار التجميد ويجمدوه ورئيس البنك بيقوله انه مقتنع بخطته ولكنه ليس مقتنع به هو وقال له انه هينفذ الخطة بس بشرير تاني اصغر منه ونزل جروه عند المنيونز وقال لهم ان البنك مش هيدلهم فلوس وانهما معهمش فلوس علشان ينفذوا الخطة لوحدهم وبيطلب منهم انهما يروحوا يدورها على شغل تاني وفي الوقت ده بيدخل البنات واجنس بتديروا الحصالة والمنيونز بيعملوا زيها وبيدولوا كل الفلوس اللي معاهم ووقتها بيفرح جروه وبيطلب من المنيونز ان هما يخرجوا كل حاجة موجودة في البيت على مغزن الخردة وقرر ان هما هيصنعوا الصاروخ من كل حاجة موجودة عندهم وبدأ جروه ودكتور نافاريو والمنيونز يشتغلوا في الصاروخ وعاش هو والبنات في البيت وكان سايبهم يعملوا اللي هما عاوزينه ونروح لرئيس البنك اللي بيقابل فيكتور وبنقرف انه هو ابنه ويقولوا انه هو كان عاوز انه هو اللي يقوم بسرقة الامر وكما بيقولوا ان جروه هو اللي سرق الجهاز من بيته وبيوريه صورة لجروه مع الجهاز ومع البنات وبيكتور بيتعرف عن البنات وبيكرر انه هو هيرجع الجهاز بتاعه باختراعه الجديد بندوية الاختبور ونروح لجروه اللي بيشوف لحوة العيلة بتاعته وبيلاقي البنات رسمين نفسهم تحت صورته وفي الوقت ده دخل نافاريو علشان يقولوا انه قدامه 48 ساعة والصاروخ ينطلب لكن جروه بيقولوا انا شايف ان الموضوع لازم يتأخر شوعية ووقتها فهم نافاريو ان جروه عاوز يأجل علشان يحضر حفلة البنات وبيقولوا انه احنا بنجهز الخطة دي من زمان وكمان دي فرستك علشان تبقى اشهر مجرم وبيطلب منه انه يمشي البنات يا اما هو اللي هيتصرف وثاني يوم جروه بيلعب مع البنات بيجي المشرفة بتاعت الملجأ علشان تخدهم علشان في حد اتصل وقالها انه هو مش عاوزهم واخدت البنات ومشيت وبعدها جروه بيزعل ونافاريو بيقولوا انا عملت كده علشان مصلحته وبيجي يوم تنفيذ الخطة وواحد من المينيونز بيدله تذكرة الحفلة بتاعت البنات وركب جروه صاروخ وبدأ يجهز وفي نفس الوقت بيوصل فيكتور وطلق من البندية بتاعته وطرمع الصاروخ بس جروه بيحدفه بعيد وفعلا بينجح انه هو يوصل الامر ويستخدم الجهاز عليه ويصغره ووقت ما كان مسك الامر وفرحان شاف تذكرة الحفلة ولقى ان لسه فيه وقت انه هو يرجع ويلحق الحفلة وفي الوقت ده نافاريو لقى المينيونز اللي جروه كان يستخدم عليه الجهاز بتاعت التصغير انه هو بيرجع لحجمه الطبيعي تاني وفضل يحاول يكلم جروه بس معرفش وجروه كان بيحاول انه هو يوصل الحفلة بسرعة ولما وصل الحفلة كانت خلصت وفيكتور كان خطف البنات وسايب له ورقة بيقوله فيها انه يجيب له الامر ويجي فبيطلع جري على بيت فيكتور اللي بيكلمه من بره ويقول له ديني الامر الاول وبعد كده نتكلم وجروه اداله الامر وطلب منه انه هو يسيب البنات بس فيكتور مبيرداش وبيضرب عليه صوريخ كتير بس جروه بيقدر يهرب منها ويخليها تفجر الباب ولما بيدخل علشان يمسكه بيكون وقتها فيكتور هرب بمركبة فضائية وجروه طلع فوق الهرم ومسك في المركبة وفي الوقت ده بيوصل دكتور نافاريو والمينيونز وبيلحوه قبل ما يقع وجروه بيقول له ان فيكتور خطف البنات وبعدين بياخد باله ان السفينة بتاعته رجعت لحجمها الطبيعي وبدأ نافاريو يفهمه ان مفعول الشعاع بيروح مع الوقت وبنروح للبنات اللي اخدوا بالهم ان الامر بدأ يرجع تاني وقعدوا ينادوا على فيكتور لكنه لم يخدش باله وبدأ يتحرك الامر جوه المركبة ويحركها معاه ونافاريو حدف خطاف علشان يفتح باب المركبة وجروه طلب من البنات ان هما ينطوا وهو هيمسكهم وفعلا مسك اول اثنين بس مارجو لما جدت نط فيكتور مسكها والامر زققهم هما الاثنين ووقعوا بس فيكتور عرف يرجع المركبة لكن مارجو مسكت في الحبل وجروه بيحاول يمسك الحبل اتقطع ووقعوا هما الاثنين بس المينيونز مسكوا في بعض ولحقوهم ورجعوهم تاني والامر رجع لحجمه الطبيعي وفجر المركبة بتاعت فيكتور لكي يشوف العرض وامامته قالت له ان هي افخرة به وانه فشل ان هو يكون مجرم بس نجح ان هو يكون قاب في الميناء النهاردة بيبتدي من القدب الشمالي في معمل ابحث سري والحراس اللي على المعمل قاعدين بيلعبه كوتشينا بيلقوا الفلوس المعدنية بتتسحب لفوق هي و اي حاجة معدنة وفجأة بيظهر ماناسيس كبير بينزل من السماء ويسحب كل حاجة معدنة حتى المعمل نفسه وبياخد كل ده ويمشي وعدى ثلاث أسابيع والسلطات مش عارفة توصل لأي حاجة وبيبدل رئيس امر المحققة لوسي ان هي تجيب شخص معين ليه وبيظهر هنا السيد جروه اللي بنتهي بالجزء اللي فات وهو بيتبنى التلات بنات دوله وكان بيجهز لحفلة ايد ميلاد وهو دلوقتي ساب الشره وبقى طائب ووسط تجهزات الحفلة ولعب الاطفال واتباع جروه بيجي له تليفون وهو اف بيشوي وبيعرف ان الشخصية اللي كانت هتيجي وتفرح بناته ومش هتيجي وعلشان البنات ما يزعلوش خلو المينيونز يشغلوهم بأي حاجة تانية على ما هو يتنكر في شخصية الأميرة السحرية اللي لسه مجاتش ونازل من السماء بمساعدة المينيونز بس طبعا بيسيبوا الحبل ويجروا بيقعوا على الأرض ويقوموا ويكمل على انه الأميرة ويقول للبنات Happy Birthday ولما بيخرج الكلب بتاعه بيلاقي العميلة لوسي فبيطلع سلاح فبيطلع سلاح وبيضربوا على بعض بس هي بتكهربوا وبتخطفوا في شنطة العربية ويجري وراها اثنين من المينيونز بتوعه وعلشان يلحقوه فواحد فيهم بيلحق العربية والتاني بيتشعلق فيها لغاية لما خبط في حبل غسيل والهدوم مع الهواء بتاع سرعة العربية طيارته فوق وفجأة لها بط مهاجر في وشه ولقال لوسي شافته في أمريات العربية ودخلتهم في العربية بمنتهى الزكاة وبتقول زيادة الخرخرين وبالكهربهم وتخدهم وهم كمان وبينزلوا بالعربية في البحر اللي بتتحول الغواصة ويقابلوا وهم ماشيون اختبوت واسماك قرش لحد لما بيصولوا الغواصة مستنياهم تحت وبتدخل العربية جوه ولما بتنزلهم من العربية بيلاي رئيس المنظمة ويعرفهم على نفسه على منظمة ويقول لجروه ان شغلهم عبارة عن مكافحة الأشرار الأكثر خطورة على الكوكب وبتحكين لوسي عن المعمل اللي اتخطف ويعرفوا ان العلماء في المعمل ده كانوا شغالين على مصلا بيحاول اي حد ياخدوا الوحش ويقولوا ان هم متطبعين المصلا وعرفين ان هم في مول وان واحد من اصحاب المحلات دول مجرم كبير وهنا هيجي دورك انت من خطة ان انت تروح هناك وانت متخفي وتوصل للمصلا ولكن جروه ويرفض ان هم يساعدهم ويقولهم ان هم بدل ما كانوا يخطفوه كانوا ممكن عادي يتصلوا بيه ويمشي ويروح لعطفاله اللي متبنيهم ويروح المختبر بتاعه وسط المساعدين بتوعهم وهم بيشتغلوا على حاجة جديدة ويقولوا دكتور نافاريو انه اخترع خلطة مربك جديدة وطبعا كالعادة بتطلع وحشة جدا ومحدش بيحب طعمها بس كانوا بيحاولوا يجملوه لحد مخلاص ما بقوش قادرين على الطعم المؤرف ده وجروه بيحاول ان هو يشجعه بس الدكتور بيقولوا ان هو زهق من صنع المربة وانه لازم يرجع للشر تاني وان جاله عقد عمل في مكان تاني احسن وانه عنده طموح وانه عنده طموح ويطلب جروه من المينيونز ان يكرموا قبل ان يمشي بطريقة غريبة شوية وعندما كل من يمشي يمسي جروه كارت المنظمة وشكله كده يفكر ان هو يساعدهم وعندما يصل الى البيت بيجرد البنات يعملوا له حساب على موقع تعارف لكي يجعلوا يتعرف على واحده ويفجعهم ويقولهم ان جاله شغل جديد في وكالة سرية وانه سيعمل متخفي علشان ينقذ العالم ويروح للمكان اللي شكين ان الحرامي ممكن يكون موجود فيه ومعاكم واحد من المينيونز ويدخلوا محل الكيك وهو يتفرج على الكيك بيجرد لوسي عملية المنظمة طلعه من وراء الازاز ويسألها انت هنا ليه فبتقوله ان هي هتشتغل معاه فيدخل عليهم واحد من المينيونز وهو عامل كيك على شكله فبتضربوا لانها متعرفوش ويجرؤوه ويجرؤوه ويجرؤوها تسيبه والمينيونز يسرح بخياله انهم مع لوسي ويتفسحوا ويجرؤوا مع بعض وهم يرقبوا المحلات بيدخل عليهم راجل صاحب مطعم صلصة ويطلب منهم كيك ويقولهم انه عنده حفلة وعايز كمية كبيرة ويكون مرسوم عليها عالم المكسيك وانه سيأخذهم بعد اسبوع لكن جروبي شك ان الراجل دون الماتشو الشرير المعروف والماتشو دون كان شرير وقوي جدا ومن 20 سنة وكانت شهر لانه كان بيع من سطو مسلح بيده من غير اي اسلام لكنه زي معاش بطل مات بطل وربط نفسه مع سمكة قرش و250 كمبلة وحدف نفسه في بركان وقوي جروبي يقول ان الغريبة انه محدش لها جسيته لغاية دلوقتي ويكرر جلو ولوسي انه هما يدخلوا في المطعم بتاعه وبعد لما بيرجع البيت بيتطمن على بناته ويروح للاتباع بتوعه ويلاقيهم يحتفلوا كالعادة فبيقولهم انه هما ياخذوا بالهم من البنات ويأخذ اثنين منهم معاه ومرة واحدة بتظهر دوشة جاية من بره ويطلع اثنين من المساعدين عشان يشوف في ايه بس لما بيروح ناحية الزبالة بيلاقوها قطة بتخبط في الصندوق ويتخضوا وبتريعوا على بعض ويتخانقوا فبتظهر لهم حاجة بتشدهم لفوق وبيروح جروو لوسي المطعم الصلصة بس بتطلع لهم الفرخة المتوحشة ويقول جروو لوسي انه اسوأ من اي كلب حراسة وبتهجم عليهم ويتبهد الجروو بس يمسكوها في الآخر ويروحوا يدوروا في المطبخ ويجبوا خزنة وجوها حاجة ويفتكروا ان خلاص لقو المصر بس لما يفتحوها بيجبوا خلطة صلصة في الوقت ده بيوصل الماتشو ويحس ان فيه حاجة غريبة بس هم ناجحوا ان هم يهربوا قبل ما يمسكهم وهم قدروا يطلعوا من المطعم قبل هو ما يشوفهم وهو بيتريدهم وصل الاتباع وخبطوا بالعربية قبل ما يوصلهم وبنرجع للبيت ويكون في عربية ايس كريم ويروحوا المنينز طبعا علشان يشتروا له ايس كريم لكن العربية بتخطفهم في الوقت ده جروه لوسي كانوا بيرقبوا المكان وبيلقوا البنات قدامهم في المول والبنات بيستغربوا لما بيلاقوا مع اسد وبيقولوا ان هم جايين يتفرجوا عليه وهو بينقذ العالم ويدخل جروه لمحل البوريك علشان يدور على الدواء وساحب المحل بيرحب به وبيفتكروا عايز يشتري بروكا لغاية لما بيدخل عليه بنتين من بناته فجأة بيقولوا له ان اختهم معها واحد بتقابله فبيتداقوا يسيب كل حاجة ويجري معهم يشوفها وبيقفشوهم في مطعم الصلصة ويدخل عليهم رجل الصلصة وهو بيرقصه ولما بيخلص بيعرض على جروه يشرب معه حاجة ونروح المنظمة والرئيس بيقول لهم يشيلوا الماتشو من المشتبه فيهم لكن جروه بيكون متعكد ومصمم ان الرجل الصلصة ده هو اللي سرق المعمل وبعد فترة المنظمة بتلاقي الدواء في محل الشعر المستقار ويقولوا له انهم خلاص ما بقوا محتاجين لمساعدته وان روسي كمان هننقلها فرق استراليا ويزعل جروه ان روسي هتتنقل بعيد عنه لانه كان بدأ يعجب بيها ويمشي في الشارع حزين ويروحوا البيت ويتحان الاتباع بالمصل بعد لما يتخطفه ويتحاولوا الوحوش ولونهم يتغير ويروحوا وبناته الحفلة اللي عملها رجل الصلصة ويكون زعلان جدا علشان روسي ويأتي له الرجل ويقول له انه مبسوط جدا ان جاء الحفلة ويقول له ان فيه حاجات اهم من اللي عين بتشوفه ويمشي ويسيبه فيمشي جروه وراه بس يلاقيه دخل مكان سري ولما بيحاول يدخل وراه بيلاقي افخاخ بتمنعهم من الدخول لحد لما بيوصل بالعافية ويدخل وراه ويأتي لوسي وهي في طيارة استراليا وهي ازعلان ان هي هتسيب جروه واتكرر ان هي تنطم الطيارة بالبراشنطة علشان ترجع له في نفس الوقت اللي جروه بيكون يتأكد ان الرجل الصالصة هو الماتشو ويجد الدكتور نافاريو اللي كان بيشتغل معاه يشغل مع الماتشو ويجدهم خطفوا المساعدين بتوعو وحاولوهم لوحوش ويقول له ان هو هيمشيهم في الشارع يدمروا كل حاجة ويأكلوا كل حاجة ويطلبوا من جروه ان هو يساعدهم في السيطرة على العالم ولكن هو بيرخض ويسيبهم ويمشي ولوسي بتكون وصلت الحفلة والماتشو لما بيعرف ان هي عميلة المنظمة بيخطافها والدكتور بيتصل على جروه بيعرفوا ان الماتشو خطف لوسي فبيقرر ان هو يساعدها وفي نفس الوقت بيكون في وحش راح البيت ويهجم على البنات ويجري وراهم ويحاولوا يهربوا منه ويظهر الدكتور بيترياء بيعنبي الوحش ويرجع للطبيعة بتاعته وجروه يحاول يدخل لمقرر الماتشو ويعمل نفسه مسجون وانهم خلاص نسكوء علشان يعرف يدخل وسط جيش الوحوش وكان جايب اثنين من المينيونز بتوع متنكرين ان هما يبقوا شبههم لكنهم بيكتشفوهم والوحوش بتجري وراهم ويحاول يهربوا منهم بس يلحقوهم بسرعة جدا وفي اللحظة الاخيرة بيظهر الدكتور مع البنات وشوية من الاتباع بالطيارة وبيفضلوا يضربوا الوحوش بالترياء فبيرجعوا لطبيعهم زي مكانه واتباع الجروه ويأخذ جروه السلاحة اللي بيضرب الترياء وبيضرب بالوحوش ويوصل للماتشو ويسأله فين لوسي فبيلاقيه مطلعها له مربوطة على ساروخ ويذهب لنفس البركان اللي الماتشو زايف موته عليه ويأخذ المصلة ويتحاول الوحش ويأتي مع جروه لكنه يقدر يكهربه وعندما يقع يتلمع عليه الاتباع ويأتي دكتور نافاريو ويضربه بسلاح وينتصروا عليه ويحاول جروه انه ينقذ لوسي من الساروخ اللي هي تربطت فيه لكن الساروخ يطير بيهم وبصعوبة ينجح انه يفكها ويرمي سمكة القرش وقبل ان يصل البركان ينط في المياه وبعد كده بيتجوزوا ويعيش جروه ولوسي والبنات والمينيونز بتاعهم فيه حياة سعيدة بيبتدي فيلمه النهاردة بإعلان الممثل في التمينات وهو عامل شخصية اسمها برات الشرير والشخصية كانت المجرم والعقل المدنبر والمصمم للهيمنة على العالم وبرات كان اكتر ممثل مشهور في فترة التمينات والجمهور في العالم كله يعرفه وفي الجزء الثالث من الشخصية العرض بيتلغي وبرات بيتعرض لأزمة مادية صعب السيطرة عليها وابتدى يجي في دماغه انه هو نفسه الشخصية اللي كان بيمثلها على التلفزيون بس في الواقع ولما بدأ يظهر دافت اصرفاته اختفى وبعد اثنين بيظهر برات في وسط البحر راكب مركب كبير وبيكلم الروبوت بيقول له ان شخصية الشريرة على الشاشة كانت حلوة بس الشخصية دي في الواقع اجمل بكتير وبيطلب منه انه يشغل المزيكة اللي بيحبها يسمعها وهو بيسرق ويروح بالمركب قريب من سفينة تانية وينط في المياه ويروح نحل السفينة ويطلع عليها علشان يدخلها ولما بيشوف الحارس على السفينة بيرمي عليه شبه اللي بانة بتتنفخ وتاخده جواها وفي الوقت اللي بيحصل فيه السرقة بتكون منظمة مكافحة الاشرار شايفهم على الشاشة وبيرقبوهم وبيشوفوه وبيعرفوه لما بيشوفوه هدومه لانه مفيش مجرم تاني غيره بيلبس كده ورئيس المنظمة بيديهم اوامر ان هم يخلصوا منه بس بيتفاجئ ان ماسي دوبو نيتا على السفينة وبيتصل بكل عمل ابتوعه علشان يروحوا لانقذوا السفينة وهنا بيظهر بطلنا جرو ولوسي ومعها اثنين من المنينز ابتوعه هم افترقهم للسفينة وبتكون بلونة اللي بانة امالة السفينة كلها وبيوصل برات للخزنة ويدمرها ويسرق الماسة بس الحراس كلهم بيكونوا وصلوا ويرمع لهم لعبة تدمرهم بالالوان وبتكون البلونة اللي بانة رفعت المركب كلها عن المياه ولما جروه لوسي بيحاولوا ان هم يلحقوه بيلاقوا ان المركب تلغت لفوق ولكن لوسي تتصرف ودرب تحته قذيفة لكي تحدفه لفوق ويتقابل جرو مع برات ويحصل قتال ما بينهم وجرو بيأخذ الماسة والفا تيم كان في الطريق ليه ولكن خلاص السفينة كانت طايرة وعدت البحر ودخل على المباني ويتفاجئ جرو برات وقف راه ومسك جتار بعد ما كان مفكرة وقفهم عليه ويبدأ يضرب على الجتار ويطلع منه اشعاد بالطير جروه ولكنه متمسك لسه بالمسك في ايده وعندما يحرق جروه برات بانه يطير في الهواء بتقنية حديثة ويقول لجروه ان الموضوع لسه مخلص ويرجع جروه لوسي لطيارة المنظمة ويدخله ويكون الرئيس مجتمع بكل العملاء ويبالغه من النهاردة سيطلع معه وان الست الغريبة ديان هي هتبقى رئيستهم جديدة واول حاجة بتعملها الست دي انها بتسأل على جروه وتزعق له علشان برات هرب منه وبتستغنى عن خدماته فلوسي بتتكلم وتحاول تدفع عنه فبترفدها كمان وترميهم برا الطيارة وبيرجعوا البيت وهم مش عارفين هيقولوا للبنات ايه ولما بيوصلوا بيلقوا الباب مفتوح فبيستعدوا ان فيه حاجة غلط واول ما بيدخلوا حد بيخطفهم ويعادهم على كرسي متحرك بس بيلاقي ان البنات عمل لهم حفلة وجروا بيعرفهم ان هم ترفضوا من الشغل وبيلاقي اتصال من المينز وبيروح ليهم ويعرفهم هم كمان وبيقولهم كمان ان هم معدوش هيشتغلوا في الاجرام وهم كانوا بيحاولوا يقنعوه ان الشر احسن وبيعملوا عليه ثورة وبيغضبوا ويصيبوا ويمشوا ويقولوا له خلاص ان هو مبقاش القائد بتاعهم بس بيسيبوا اتنين كانوا متأخرين في الحفلة بتاعت بناته فلما بيشوفهم بيقولهم ان هو رقاهم وان هم هيعملوا كل حاجة وبنروح هنا الباريس وفيه عربية بتوصل المتحف وينزل منها اكبر خبير مجاهرات في العالم وبيقولهم ان رئيس الشرطة تقول انه الان ان تكون الماسا تبدلت في محاولة السرقة ويدخل القاعة اللي فيها الماسا ويبدأ يفحصها وبيقولهم انهم اضحك عليهم ويدربهم بامصل من اللي بتطلع من العدسة بتاعته ويكتشفوا النبرات ويسرع الماسا ويهرب وفي الوقت هذا جروه كان قاعد بيتحصر على انه مطلوب من الشغل هو ولوسي ومش معهم فلوس في الوقت اللي المينينز كان يدوروا قاعد جديد لهم بيقابلهم واحد بيدور على عنوان ويسألهم عن جروه فبيقولوا انه هو قاعد سيء ويطلع له لسانهم ويسبيه ويمشوا لغاية لما لقى البنت الصغيرة بيتبيع لعابها علشان يجبوا بدلها فلوس والراجل بيوصل لجروه ويقول له ان ليه اخ توقم وعايز يشوفه وجروه طبعا ما بيكونش مصدق ان ليه اخ توقم ولما بيرفد كلام الراجل بيطلع له صورة فيها صورته هو وممتو واخو التوقم فجروه بيجري على ممتو الست العجوزة الغريبة دين ويسألها هو ليه اخ تاني قالت له اه ده كان اتفاقي مع باباك ان كل واحد فينا ياخد واحد منك وبحدش يقول التاني عليه والراجل بيأخدهم في طيارة علشان يروح لخول توقم اللي واضح انه هو غني جدا بالنسبة لجروه ولما بينزلوا الطيارة بيلاقوا المكان مليان خنازير ولما بيسأل عليها بيقوله ان ده نشاط العيلة وان عندهم اكبر مزرعة خنازير ويدخلوا وبيلاقوا بيت حلو جدا لغاية لما بيظهر اخوه اللي شابه جدا بس عنده شعر ويرحب بيهم ويتعرف على اخوه وجروه بيقول لوسي انه هو مش متطمن لاخوه وان فيها بتقوله لأ ده اخوك ما تقلقش ويركبه عربية يروحوا مكان وبيسيبوا جروه اخو مع بعض علشان يتعرفه وبيجي برات ومسك الالمازة لسرقها ويقول هلويت ازاي لغة عرض اعلان اللعبة بتاعه ويقرر انه هينتهي من هلويت كلها ام كل اللي هو في قصاده وجروه اخوه بيأخوه ويوررين مكان السري بتاع ابوهم وينزلوا في حفرة كبيرة ويوررين مخبأ الخاص ويعرف ان ابو كان شرير وكان معروف باسم الرعب اللاصلع ويطلب الاخو من جروه انه يعلمه الشر ويوررينه عربية ابوهم من خارقة اللي ممكن يستخدموها في كده ويركبوها ويمشوا يخبطوا في كل حاجات من السرعة بتاعيتها ويطلعوا الاسلحة كمان ويفضلوا يخبطوا كده لغاية ما بيوعهم الجمل في البحر وياريتها جت على قد كده لا كمان راحوا يلعبوا ويسرعوا مخصاصة والشرطة جريت وراهم علشان تمسكهم وهنا المنينزو كانوا لسه ماشيين ويدوروا على قائد جديد بس خلاص بقوا جعنين فبيجروا عامل شاي البيتزا فبيجروا وراه ويدخلوا في المكان اللي هو مدخل في البيتزا والحرس بيجروا وراهم بالكلام ومرة واحدة بيجروا نفسهم على مصرح ويغنوا بلغة الأتباع بتاعتهم والجمهور بينبهر بيهم ولكن تأتي الشرطة في الآخر ويقبط عليهم على المصرح ويتفق جريو مع أخوه انهم يسرعوا الماسا علشان يخدوا تجربة الشر مع بعض ويدخل المنينز السجن والمساجين يخافوا منهم ويستطروا على السجن ويبلطجوا عليهم ويفتكر القائد المنينز قد ايه جريو كان كويس معهم ويعمل كل حاجة عشانهم ويقرر ان هم لازم يهربوا ويرجعوا لجريو ثاني ويصل البنت ومعها أختها الجوة الغابة علشان يروحوا يجيبوا يونيكورن وتحطوا له حلويات فبيطلع لها معزة وقردها مكسور فبتفتكرها يونيكورن ويالله بتشبط فيه وتقول ان خلاص هتأخدها وتمشي ويقول لأخوه الخطة اللي سيسرعوا بها الماسا ويشرحوا للمكان يعمل كيفية وفيه أفخاخ والموضوع صعب ويجهزوا لبسه واحد أبيض واحد سود ويختار السود ويوصلوا للمركب برات وتكون ملينا أفخاخ ولكن يقدروا يعدوا منها ويخشوا لجوة وفي الوقت هذا المنينز كان اخترعه واختراع لكي يهربوا من السجن وعندما يوصل جريو للماسا يجدوا برات نايم وهي في حضنه وجرز الإنظار يضرب وهو يصحى ويهرب جريوه للمكان ثاني ويجدوا هناك ألعاب كثيرة على شكل برات ومكانة تعمل لبان واخو جروب يأخذ واحدة وبتتنفخ جوه بقه ويجدوا برات قدامهم وكانها يمسكهم ولكن يرمو بحجة لبان تتنفخ ويدخل فيها ويأخذوا الماسا ويهربوا فأمر برات اللعب الصغيرة تأتي لوراهم ولكن يهربوا منهم ويجدوا نفسهم ويقعوا على الخوزية اللي تحت دي والحجة اللي وقفين عليها بتتساحب لكنهم بيعوا لوسي بتلحقهم وتأخذهم في الطيارة وهم في الطيارة جروب يقول لوسي انهم سيرجعوا المساة المنظمة علشان يرجعوا شغلهم واخو بيسمعهم وهو لم يكن يعرف كده كان فاكرهم انهم سيسرقوها ويطيروا المينيونز بالاختراع بتاعهم رايحين لجروب وبتوصل البنت الصغيرة توري الباباها واحد القرن لكنه يفاجأها انها معزة لكنها تفرح بها برات ويكتشفوا ان برات كان متنكر في شكل لوسي ويخطف البنات ويسرق الماسا ويقول لهم هيروحوا مع هولوود ويطلع من البحر وحش كبير على شكل برات ويدخل يضمر هولوود وكل المباني اللي تقبله لكن يوصل جروب اخوه بالعربية الخارقة ويضربوا كل الاسلحة اللي فيها عليه وينجحوا انهم يفجروا ويققوا من فوق الجبل لكن يقوم تاني هو والالعاب الصغيرة ويهجموا عليهم ويقوم تلبان كبيرة بتجبر ويضمر كل شيء ويوصل المينيونز ويقرروا يساعد جروب ويهتفوا باسم وينجح اخو جروب ان هو يخش لنظام اللعبة ويعطلها وبرات بيطلع لجروب اللعبة انبسك الجتار اللي ضربوا بيه قبل كده لغاية لما جروب خد منه الجتار ويضربوا بيه ويطير مع بلونة الليبان والاتباع بيحاولوا يضمروا بلونة الليبان علشان ما تضمرش كل حاجة ويفرقعوها وينجحوا على جروب من الهواء فهو وايث مع لوسي وبناته بعد لما انتصر على برات واخو جروب بياخد المينيونز ويهربوا علشان يمرسوا حياة الشار بيبدأ في المينينا النهاردة بمجموعة من المينيونز وليهم اسماء كتير زي ديف وكارن وبول ومايك وكانوا بيدوروا على زعيم شرير علشان يخدموه وبيلقوا قدامهم الديناصور ده ويركبوا على ظهره والباقي بيبقوا ماشيين وراه وبيجي اتنين منهم وهم ماشيين بيلاقوا موزة فبيجروا عليها واول ما واحد فيهم بيشد الموزة بتتحرك صخرة كبيرة وبتاخد معها الديناصور وبيفضلوا يجروا وراهها لحد ما بتوصل بالديناصور على طرف بركان ويقع واحد منهم تحت الصخرة فبتاخدوا الديناصور وتقع في البركان وبنروح للعصر الحجري وعلاقتهم مع البشر بس الموضوع كان مختلف شوية لان البشر كانوا ازكا منهم بمراحل والمينيونز حبوا البشر وساعدوهم وبعدها بنشوف علاقتهم بالمصريين والقدماء بس الموضوع ما يعدش كتير وهنا بنروح للعصور المظلمة اللي كانت بالنسبة لهم ممتعة جداً لان الزعيم ده كان بينام طول النهار ويعمل حفلاته بالليل وفضلوا يتنقلوا من زعيم لزعيم لكنهم ملاقوش واحد مناسب وفضلوا على كده يتنقلوا من مكان لمكان لحد ما اخيراً لقوا مكان يياشوا فيه وبمرور السنين عملوا لنفسهم حضارة بس كان فيه حاجة غلط كانوا عاشين من غير هدف ومحبطين وكانوا عاوزين الزعيم يقودهم لحد ما في يوم جي واحد منهم وكان عنده خطة واسمه كيفين وجمع المينيونز كلهم وقال لهم ان انا قعدت شهور واسنين علشان افكر في خطة وانه قرر انه هو يخرج برا الكهف للعالم الخارجي ومش هيرجع غير لما يلاقي زعيم ليهم بس كان محتاج حد يروح معاه وبوب يرفع ايده علشان يروح معاه بس هو بيقول انه ده مش هيقدر على متاعب الرحلة وبيختار ستيورت وبيفضل بوب يتحيل عليه انه يختاره لحد ما بيوافق ويودع كيفين وبوب وستيورت صحابهم علشان يروحوا يبدأوا رحلتهم وكيفين كان حاسس بالفخر علشان هينقذ المجموعة بتاعته وستيورت كان حاسس انه جعان وقعد ياكل في موز اما بوب كان خائف من الرحلة نفسها وبتبدأ رحلتهم يبركبوا مركب وبعد شوية بيحس ستيورت النجعان وانه شايف صحابه على انهم موز وبيجري عليهم ويقعد ياكل فيهم وهم بيحاولوا انه هم يوقفوهم وبصوا يلاقوا نفسهم موسلو مدينة نيورك سنة 1968 وبينزلوا ويمشوا في شوارع المدينة وبوب يمشي ورا واحدة لابسة فستان علشان عليه صورة مول ويقف ستيورت وقدام محل لبيع الالات الموسيقية ويقفل السواق شنطة العربية على بوب ويجري ورا أصحابه علشان يلحقوه ويدخلوا ورا مول وبينبهروا بالحاجات اللي بيشوفوها وبيفضلوا يلعبوا جوه المول ويقعدوا يتفرجوا على التلفزيون ويقعدوا يتفرجوا على قناة الأشرار ويشوفوا سكارلي اكتر ستة شريرة في العالم ويعرفوا ان في مؤتمر الأشرار في مدينة أورلاندو ويقرروا ان هم يحضروا هذا المؤتمر ويشوفوا واحد يشاول العربية وبتقف وبتاخده فبيعملوا زيه ولما واحد يقوم يشاول العربية فبتعدي العربية وتسيبه فبيقعدوا اصحابه يضحكوا عليهم واحد منهم يأخذ ورقة ويكتب عليها أورلاندو ويشاول العربية فبتقف له ويطلع فيها عائلة ويوافقوا ياخدوهم معاهم وبنعرف ان هذه العائلة عصابة ويسرقوا بانك والبوليس بيطردهم فبيقرر المينيونز ان هم يساعدوهم ويدربوا صاروخ بس بدل ما يجي على العربية الشرطة بيدربوا في عمود كهرباء ويقع خزان ميا قدام الشرطة وبتهرب الأصابة ويعرفوا ان المينيونز رايحين مؤتمر الأشرار فبيفرحوا علشان هم كمان رايحين هناك والبنت الصغيرة بتفرج كيفين على مجلة الأشرار وبتفرجوا على صورة سكارلت وتقولوا انها افضل شريرة وبتحكيلوا عنها وبتقولوا انا لو مكانك اخليها هي الزعيمة بتاعتي ويكون انا تابع عليها ويوصلوا لمدينة اورلاندو ويدخلوا المؤتمر والعصابة بتشكرهم على اللي هم عملوا معاهم وانهم ساعدوهم ان هم يهربوا من الشرطة وبيروح المينيونز علشان يتفرجوا على المؤتمر وعلى مواهب الأشرار ويقابلوا البروفيسير في لوكس اللي بيقول انه اخترع اول قلة زمن في التاريخ ويدخل المينيونز بقعة اللي فيها سكارلت وبتظهر في وسط اجاب الجمهور وانبهر المينيونز بيها وسكارلت بتقول انها محتاجة مساعد لها وكيفين بيتخير ان هم اختروا بس اصحابه بفوقوه من احلام اليقظ دي وسكارلت بتقول انا اختار اللي هيقدر ياخد الجوهرة دي من ايدي بتبدأ الناس كلها تجري علشان ياخدوا الجوهرة لكن سكارلت بتهزمهم كلهم الا المينيونز بيقدروا ياخدوا الجوهرة وسكارلت بتنبهر بيهم وبتقدمهم للجمهور ويسقف لهم الناس وبتخدهم سكارلت في طيارتها الخاصة على انجلترا وكيفين بيكلم اصحابه ويقولهم على زعيمهم الجديد وبيفرحهم ولما بتوصل سكارلت والمينيونز انجلترا بتقابل جوزها هربو وتعرفهم عليه وبتخدهم تفرجهم على بيتها وبتوريهم الحاجات اللي سرقتها لحد ما بيوصلوا للوحة الملكة اليزابس وتقولهم انها عاوزة التاج بتاعها وهنا الدبل ببتطرد المينيونز من الكهف لاختراعات بتاع هرب علشان يديهم الادوات اللي هتساعدهم في سرقة التاج وبتدخل سكارلت علشان تاخدهم علشان يناموا وبيفضل المينيونز يتنططوا على السرير لحد ما سكارلت بتكرر انها تحكي لهم حدودة قبل النوم وتاني يوم بيروح المينيونز مقرر عرض تاج الملكة وبيحاولوا يقطعوا تذاكر لكن الست بترفض انها تقطع لهم تذاكر لانهم لوحدهم فبيروحوا يتنكروا في زي ستة كبيرة ويقطعوا تذاكر ويدخلوا وبيلاقيهم الحراس في مكان ممنوع في الدخول بس بيدخل واحد منهم لابس طاقية فيهم نوم مناطيسي وبيقعدوا يرقصوا ويدحكوا عليهم ويهربوا منهم وبيوصلوا للمكان تاج الملكة وفجأة بيظهر لهم حارس التاج ويدربهم بعصيته وكمان بتفتح الأرض وينزل التاج لتحت وينزلوا وراء المينيونز وبيحاولوا يعملوا فتحة من فوق لكن التاج بيدخل في مكان مليان حراس وبيأخذوا التاج علشان يوديوا للملكة مينيونز بيجري ورا الموكب علشان يلحقوا التاج وبيجري وراهم حراس الملكة علشان يمنعوهم لكن بوب بيوصل للصف المقدس ويصحابه من الصخرة وكل الناس بتنزل على الأرض وبيبقى هو الملك واسكرلت بتشوف الخبر في التلفزيون وبتكون متضاقة جدا وبتفكر ان المينيونز خنوها وفي نفس الوقت بيوصل باقي المينيونز لأستراليا وبيكونوا مفكرين يدينجلترا وهنا بيوصل بوب وصحابه لأسر باكينجهام وبيصمم ان الحراس كلها تلبس أصفر وبيطلع بوب على المنصة علشان يقول الخطاب بتاعه لكن محدش من الناس بيفهم حاجة من الوقت وبيدخل المينيونز القصر ويفضلوا يجري فيه وراهم الخدم وفجأة بتدخل سكرلت وتقولهم ان انتو خنتوني وسرقتوا حلمي وانهم استغلوا اختراعات جزهة علشان يخنوها وبوب كان هيديها التاج بس بيجي الرجل ده ويقول له ماينفعش ان انت تتنازل لان في قوانين بتقول كده فبيغير بوب القوانين علشان سكرلت تبقى ملكة انجلترا وبعدها بتخدهم سكرلت وتحبسهم في مكان تحت الارض وتقول لهم ان هي مش قادرة تنسى خيانتهم ليها وانهم هيقضوا بقية حياتهم في القوضة دي وبيبدأ هيربف تعذبهم وسكرلت بتنده عليه علشان حفلة التتويج خلاص هتبدأ وإليزابيس بتجاهز للحفلة وبينروح للمينيونز وكيفين بيفتح غطأ البلاعة وبيهربوا منها وبينزلوا في مواسل الصرف لما بيطلعوا بيلاقوا نفسهم في الشارع وبتبدأ حفلة التتويج الملكة سكرلت ملكة الإنجلترا وبيدخل المينيونز قاعة اللي فيها الحفلة وبيلاقوا نحلة ويخافوا منها وبينطوا فوق النجفة اللي في المكان وبيفضلوا يجروا عليها لحد ما بتوعي النجفة على سكرلت لكن سكرلت بتقوم من تحتها وبتبقى متعصبة جداً وبتفتكر ان هم عوزين يقتلوها وبيجر المينيونز ويحاولوا يهربوا وكيفين كان يدور على صحابه وبيدخل كيفين مكان كده وبيلاقي في الملكة اللي بتقول للناس ان ده اللي سرق مني التاج وبيشوف التلفزيون ان سكرلت خطفت بوبو ستيورت وبيدخل كيفين بيت سكرلت وبيحاول يأخذ اسلحة وبيدخل وراء الناس علشان يمسكوه لكن كيفين بيشغل السلاح الاعظم بالغلط وبيتحول لواحد ضخم والناس بتخاف وتهرب منه وبيحاول كيفين ان هو يتحرك علشان يروح ينقذ صحابه قبل ما سكرلت تفجرهم وفعلا بينجح كيفين ان هو ينقذهم بس سكرلت مش بتسكتله بتبدأ ان هي اتحارب في بقى اسلحات وبيقع كيفين على الارض لكن فجأة بيظهر بقى المينيونز وراء سكرلت وبيهتفوا باسمها وبيتحاول تخلص عليهم لكن كيفين بينقذهم وبيفرح المينيونز ويجروا كلهم عليه ويحضنوا بوبو ستيورت وسكرلت بتحدف عليهم صاروخ لكن كيفين بيأخذه ويبلعه وقبل ما تهرب سكرلت بيمسك فيها كيفين وينفجر الصاروخ ويزعل المينيونز ويفكروا ان كيفين مات لكنه بيرجع تاني بعد ما حجمه صدر ويفرح المينيونز ويحتفل الناس بهم ويتم تكريمهم من الملكة وبتدي بوب تاج صغير واللي بيفرح به جدا وستيورت بتديله كرة تلج فبيستغرب فبتقوله انها بتهزر معاه وبتديله كتار اللي بيفرح به ويقعد يعزف عليه اما كيفين بياخد لقب الفروسية والشعب كله بيحتفل بهم وفجأة بتكتشف الملكة ان التاج اختفى وبنعرف ان سكرلت هي اللي سرقت التاج لكن بيجي تفل صغير يجمدها ويسرق منها التاج وينبهر المينيونز بيه ويجربوا ويطلبوا منه انه يبقى زعيمهم وبكده بيلاقي المينيونز زعيمهم اللي بيدوروا عليه واللي هنعرف حكايتهم معاه في الافلام اللي بعد كده في المينة النهاردة بيدور في السبانيات وبنت شعرها كانيش رجبة متسكة بتلاقي ناس عم ندلاها كمين علشان يمسكوها فبتهرب منهم وبتدخل تستخبف محل اسمها بيل بتروح لمكان سري وتقابل باقي زميلاتها ومعاها الخريطة اللي سرقتها وبياخد الزعيم وايلد نيكلز الخريطة علشان يقروها وبيقولهم ان دي خريطة حجر زودياك الأسطوري وانهم لازم يروحوا بالكين بالليل وبيوصلوا للمكان ونيكلز بيفك شفرة الدخول وبيدخل للكهف وبيتزحلع عالسلم لكنه ما بيقعش في الفخ بيلاقي الحجر قدامه ولسه بيميد ييده ياخده بيتفاجئ بآلات صغيرة بتهجم عليه وبتطلع من كل مكان كان بيدافع عن نفسه قدامهم لكنهم كثير جدا ولكنه بينجح انه ياخد الحجر وبيلاقي أرواح بتخرج من الحيطان وتدخل في الحجر المكان اللي هو واقف فيه بيرفعه الفوق ويخرجه لبرة بس بيلاقي عدد أكبر من الآلات مستنياه وبيجروا وراه بيعرف يهرب منه وبيبلغ زميله برة انهم يدخلوا ياخدوه وبيروحوا وينزلوا له حبل من الطيرة اللي كانوا راجبينها بس بيل اللي بتاخد منه الحجر هو متعلق وصحابه بيبعوه وبيقطعوا الحبل ويرموه تحت ويمشوا وبنيجي لجروه هو صغير في المدرسة والمدرسة بتسأله نفسك تبقى ايه لما تكبر فبيقول لها طبعا أبا شرير خارج وزميل كلهم بيعودوا يضحكوا عليه وبيخرج الطلاب من المدرسة وجروه بيلاقي الأتباع مستنينه وبياخدهم ويروحوا السينيما ولما بيلاقوا قاع زحمة بيدربوا فيها غاز علشان الناس تمشي ويتفرجوا على الفيلم لوحدهم وبيكملوا لعبة في مدينة الملاهي وبيخربوا كل حاجة ولما بيروحوا يلاقي طبعا الأيس كريم بيدرب على الناس جبنة صيحة علشان ياخد هو الأيس كريم وبيروحوا والأتباع يكلوا قدام الناس اللي بتخص في الجيم علشان يزلوهم في الآخر بيرجعوا للبيت وبيلاقوا في صندوق البريد شريط بياخدوا ويشغلوا في العربية وبيلاقي في الشريط رسالة من أسابة الأشرار الستة بيقولوا انهم قبلوا طلبوا وبكرة عندهم قابلة معاهم وبيعرفوا كلمة السر والشريط بينفجر في العربية لما بتخلص الرسالة وجروب يروح للأتباع ويقولهم انه عنده قابلة بكرة مع أسابة الأشرار وكلهم بيفرحوا وهو بيقولهم انه هو هيروح ينام دلوقتي وبكرة هيرجع يقولهم عمله في المقابلة وبتطلع بيل في التلفزيون وتقولوا انه في خلال ثلاثة أيام ويوم رأس السنة بالتحديد هتطلق قوت حجر زودياك وهيوضع على اتحاد محاربة الأشرار ونيكلز كان بيتفرج عليها وهو متعصب ومعها عصابته الجديدة وكان بيرتب علشان يدفعهم ثمان اللي عملوا معاه وتاني يوم بيصحى جروه فرحان بالمقابلة اللي هو رايحها وبيلاقي ان المينيونز عايزين يروحوا معاه وهو بيحاول يفاهمهم انه هو لازم يروح لوحده وبيمشي بس هم برضو بيروحوا وراه وبيوصل جروه للمكان وبيدخل جوه يلاقي ناس غريبة وبيدخل للاستقبال وبيقوله كلمة السر فبيديله استوانا ويدخلوا كابينة يسمعها وبتبقى عليها رسالة من العصابة والكابينة بتاخده وتنزل لتاحت وبيلاقي نفسه مع ناس تانية مستنيين برضو يعملوا المقابلة ولما بيجي دور جروه بيدخل وبيقدم نفسه وبيقولهم انه مستعد يكون مكان القائد نيكلز فبيقوله هو ايه اللي جاب العايل ده هنا وبيل بتقوله الشر الكبار بس انما الاطفال اللي زيك مكانهم من المدرسة وبيتحكوا عليه وبيتردوا منه قبله ويدخلوا الشخص اللي بعده بس هو بيعرض مع واهبه جروه كان قرر انه هو يسرع الحجر وبيستخبئ وهم مشغولين معاه وبيسرعوا من بعيد وبيكتشفوا انه هو سرع الحجر وبيجري وراه بس هو بيعرف يهرب في الوقت اللي نيكلز كان بيرقبهم وخبلوا من جروه وبيلاقي جروه الاطباع ياخدهم ويهرب والعصابة بتجري وراه بس هو بيحاول يخلص من واحد فيهم السلسلة بتقع وواحد من الاطباع بياخدها وبيقول له جروه من بعيد انه هو ياخدها ويروح المخبأ وهو هيشتتهم وهو بيكمل جري وهم بيجروا وراه والتابع بيمشي من الطريق تاني وبينجح جروه انه هو يهرب منهم وبيروح يحتفل مع الاطباع في المخبأ بتاعه ولما بيدور على اللي هو اداله الحجر بيقول له انه كان ضع منه لغاية لما لها عيد ملاد طفل وعجبته الهدية اللي كان الطفل بيفتحها فراح وبدل معاه الحجر بالهدية بيداق جروه بيقول لهم انه هما بيبوزوا اللي هو بيعمله وبيتردهم ويروح يدور على الحجر وبتيجي عربية بتخطف جروه من قدام البيت واحد من التوابع بيشوفه ويحاول يلحقه بس بيكونوا خدوه ومشيه بيلاقي نفسه قدام نيكلز اللي بيسأله على الحجر فبيتدله الهدية بتاع الطفل بيعلقه في البلكونة علشان يهترف وبيتدله تليفون علشان يتصل بحد يجيب الحجر اللي هو سرقه والأتباع بيردوا على التليفون ونيكلز بيقول لهم العنوان علشان يجيبوا الحجر وإلا هيئة الجروه وبيعرف الأتباع طريق الطفل وبيروحوله والطفل بيقول لهم انه هو ادال عمه واحد من الأتباع بيشوف انه هو لابسه على صدره خارج فبيجري وراه ويحاول انه هو يلحقه وبيخرج الباقي لأوتوبيس مكتوب عليه سان فرانسيسكو فبيجريوا على الأوتوبيس علشان يروحوا هناك وعسابة الأشرار بيجهزوا علشان يروحوا يجيبوا الحجر من جروه في الوقت للأتباع بيكونوا وصلوا بالأوتوبيس للمطار وكانوا متنكرين وبيروحوا علشان يقطعوا تزاكر لسان فرانسيسكو بس مش معهم فلوس فبيسرقوا لبس الطيرين والمضيفة وبيركبوا الطيارة وقعدوا يجربوا ان هم يسوقوها لحد فعلا ما عرفوا يترو بيها قبل ما يضمروا المطار بس واحد فيهم بيتشوفت الحمام زي هنيدي كده واللساء الطيارة بينزل بيها بسرعة لكنها بتقع لحد لما بيوصله وبييجي نيكلز وهو بيربط جروع على عنوض استوانة الجرامافون وبيشغل الاستوانة علشان تلف وبيقوله لو التوابع بتوعك ما نجحوش ان هم يجيبوا الحجر خلال يومين اتنين هتكون الاستوانة خلصت والشفرة هتتبحت وبيسيبوا على وضع ده ويمشي وبييجي التابع اللي ضيع الحجر وهو لسه بيجري والراجل اللابسه وبيوصل التوابع التانين للمدينة وبيكتشفوها ومش عارفين يمشوا كويس من حضار الشوارع لحد لما واحد فيهم وقع قدام الترام متعلق به والتانين كملوا جاري قراءه وريج بيوصلوا للشارع اللي بيدوروا عليه وبيحاولوا يدخلوا المبنى ويشوفوا الناس اللي جوا وبيلاقوا ان هم هيكلوهم وبيدوروا على حل تاني وبيتنكروا ان هم زرع علشان يقدروا يدخلوا وواحد بيلاحظ وجودهم وبيشكوا فيهم وبيكتشفهم والكل بيجري وراهم وبيحضفوا عليهم سيوف وفضلوا يجري وراهم من شارع لشارع لحد ما حصروهم وبيمسكوا يضربوهم جامد لحد لما بتشوفهم ستة وتخرج لهم بيتريعوا عليها وبس هي بتتشقلب وبتقولهم ان هي معلمة شاولين وبيهجموا عليها بس هي بتضربهم كلهم والأتباع كانوا منبهارين بيها ومسكت الراجل الضخم نفضته وطردتهم والأتباع بيروحوا وراها بيقولوا لها عايزين هتعلمهم الكونجو فوق وفجأة سقف بيتكسر وبتدخل للأصابة تدور على جروه وبيسألوا الأتباع وبيعرفوا منهم ان نيكلز خطفوا وبيقرروا ان هم يروحوا لسان فرانسيسكو بيروحوا الأتباع التانين علشان يتعلموا الكونجو فوق بس بيفشلوا فشل زريعا رجالك نيكلز بيرجعونوا مضربين وبيقولهم أهمية الحجر وبينسحوا ويمشوا ويفضل لوحده فبيروح يوقف الاستوانة اللي بيلف عليها جروه وبيقولوا ان كده كده اللي الأتباع مش هيلحقوا ان هم يجيبوا الحجر وانه هيفكوا علشان ما عادش عايزوا في حاجة وبيوصل التابع اللي ماشي أورا السلسلة الوادي التعبين ولما الراجل بيلاقيه متعلق بيها بيديله السلسلة وبياخدوا وراءة الموتسيكل يوصلوا ويتصوروا وياخدوا فصحة وبييجي ناكلز وهو مشغل جروه عنده ينظف له البيت وبيلاقي حمام السباحة فيه تعبين وبيقع ناكلز زوست التمسيح وهجموا عليه وكانوا هيكلوه وجروه أنقاذه وجروه بيقوله ان هو الشرير المفضل بالنسبة له وانه عايزوا يعلموا الشر والإجرام أما بقى المعلمة بتاخد الأتباع للغابة علشان تعلمهم ازاي تلاقي الوحش اللي جواك وبتضربهم جامد وبيكملوا تدريب بس برضو لسه فشلين لغاية في الآخر لما بينجحوا ان هم يعادوا تدريب ويعرفوا ازاي بقى قوية وبيفرحوا ويخرجوا جري قبل ما تديهم الهدايا بتاعتهم وبياخد نيكلز جروه ويروحوا لمكان سرري اسمه بنك الشر طبعا شفتناه في الأجزاء اللي قبل كده ونيكلز بيسرف شيك ويمثله ان هو تعبان هو وجروه علشان جروه يعرف يتحرك في البنك ويسرع المفاتيح وبيروح يفتح الخزنة الضخمة ساعة ما المسعفين كانوا بيصعقوا ناكلز بالكهرباء وجروه بيروح ياخدوا ويمشوا ولما بيخرجوا نيكلز بيلاقي جروه سرق الموناليزا والأتباع بيرجعوا دعين الحراس اللي ضربوهم ومنعوهم من الدخول بس بيلاقوا مفيش حد خالص لانهم اضطردوا في الوقت اللي الأصابة بتهجم على بيت ناكلز ويدخلوا ويدمروا كل حاجة بس برضو ما بيلاقوش حد ويمشوا وبيوصل اللي كان بيدور على السنسلة وبيلاقي احتفالات مبهرة في الشارع في الوقت اللي بيوصل ناكلز وجروه للبيت وبيلاقوه متضمر وبيتدايق جدا وبيقعد زعلان وجروه بيقوله نعمل فريق سوا فبيقوله ان انت مجرد طفل وبيتردو وبيمشي جروه في الشارع ويشوف التابع اللي معه السنسلة وبيروح يجري عليه وبيتقابله وبيتدوله الحجر ولسه هيروح يوديه ناكلز لحسابة بتيجي وجروه بيتمسك وبيل بتاخد منه الحجر بس الشرطة بتوصل وقبل ما تقبض عليهم بتشغل بيل الحجر وبيتحولوا لقوحوش خرطين والشرطة بتضرب عليهم بس ما بيتأثروش وبيضربوا الشرطة ويمسكوا جروه وبيل بتعلقوا على عقرب الساعة والأتباع بيحاولوا يلحقوه بس بتضربهم بالحجر وتغير شكلهم متولع في المكان كله وبيظهر ناكلز وبيقف قدامهم ويقولهم فاكريني وان هو مش هيسبهم ان هما يقتروا جروه وبيهجم عليهم هو والأتباع وبيتزنق واحد فيهم اللي بيفتكر ازاي يخرج الوحش اللي جواه وبيهجم على النمر الضخم ويهزمه والتانيين بيعملوا زيه لغاية لما بيوصلوا لبيل وواحد من المينيونز بيروح يفك جروه من الساعة بس وحش بيمسكه بس بيوقعوا في النار ويطلعوا يجروه وبيطير ناكلز علشان يخطف الحجر من بل بس بتكشفه وتقلع فيه ويقعد بقية وبيتجمع الوحش حواليهم وتدي أمر ليهم ان هما يقتلوا جروه بس الأتباع بيوقفوا يحموا منهم ويمنعوهم والحجر بيقع من رقابتها ويقع بعيد وجروه بيلحق ويأخده وبيحاولهم الفرام بتاكل من الزبالة والشرطة بتحبسهم في قفص وبيروح جروه لناكلز اللي لسه عايش بس تحرق والإسعاف بتاخده بس هو بيشوفه في العزق وبيشاور له ومش بيعرف حد انه لسه عايش كم وصلت نهاية فيلميناء يبقى حبيتنا ولازم تشترك عندنا وقالت في كلمة ونص هتزيد بيك واحد وما تنساش تفعل الجراز علشان يظهر لك الفيديوهات بتاعتنا أول بأول